في تركيز واهتمام من مجلس إدارة النادي الأهلي بأكمله وفي مقدمة المجلس الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة على تعظيم الدور المجتمع للنادي الأهلي في الفترة الجاية وعلى مشاركة يعني على أوسع النطاق ممكن في الفترة الجاية في كل الأحداث المهمة محليا ودوليا اللي ممكن يكون للمؤسسات الرياضية والاجتماعية الرائدة في مصر وفي العالم العربي وافريقيا زي النادي الأهلي دور مهم فيها والنادي الأهلي بيشعر أن دي أمانة مجتمعية عليه أو أمانة تجاه وطنه بشكل عام وتجاه الجمهور الأهلاوي وعضاء النادي الأهلي على وجه التحديد وبشكل خاص إن شاء الله نكون موفقين ويقوم النادي الأهلي دائما أبدا بالدور المتوقع والذي يليق بتاريخه وبإسمه وشعبية وحجم إنجازات وقيمة النادي الأهلي حرجع للكلام عن حراس المرمى طبعا كل حضراتكم فاكرين قبل البطولة كانت بدأت في نزعة شايفينها على مواقع التواصل الاجتماعي على فيسبوك على تويتر بدأت التعليقات إن جمهور كل نادي من الأندية اللي لاح حارس بيمثل حراس المرمى مع منتخب مصر أو موجود ضمن قيمة المنتخب الكل كان بيتمنى إن حارس المرمى هو اللي يكون الأساسي جمهور الأهلي كان بيكلم عن نجمنا محمد الشناوي جمهور الزمالك كان بيكلم عن نجم الزمالك جنش وإلى آخر طبعا الأسماء الموجودة وإحنا في النهاية بنتمنى إن أي حارس يكون موجود يكون موفق يكون في أفضل حالاته يعني عكس تعلقه ومستوى الرائع الحمد لله إحنا شايفين محمد الشناوي يعني في أفضل مستوى ممكن وبإذن الله يستكمل البطولة بنفس الدرجة من الكفاءة والإيجادة للدرجة اللي خلت الناس والفترة اللي فاتت بعد فوز طبعا نجم الدفاع المنتخب أحمد المحمدي والهدفين اللي أحرزهم وأداءه في المباراة اللي فاتت إنه يحصل على لقب معنى في دماتش في المباراة الأخيرة أمام أغندا أو رجل المباراة كان الناس بتقول إزاي مع كم الضغط اللي كان على مرمى منتخب مصر وكم التصدي أو التصديات للفرص اللي طبعا هاجم بيها واقترب من مرمانا وهدد مرمانا لمنتخب الأغندي وكان وفقا لرأي الكثيرين محمد الشناوي هو الأحق وإحنا بنقول في النهاية اللقب ذهب لواحد من نجوم منتخب مصر هو أفضل لعبي المباراة أو المنتخبين المتنافسين في هذا اللقاء وإن شاء الله نحاول بس نفكر في الفترة الجاية في البطولة بشكل برؤية أشمل شوية أو أكثر اتساعا أن نحن نفكر في الأمور بدرجة من النطج أن نحن عايزين منتخبنا يكون أفضل يعالج العيوب الفنية اللي هي بالفعل الكل كان شايفها وبينتقد المنتخب بيقول عندنا أفضل من كده رغم أن نتائج ماشية بشكل أكتر من رائع وده المهم وده اللي الجهاز الفني بيرد بي بيقول أنا مسؤول عن النتائج وعن حصد البطولة وعن المنافسة والصعود للنهائي وإن شاء الله الفوز باللقب وعنده عوامل كثيرة جدا خبرات منتخب مصر وهو الأوفر حظا في حجم البطولات وعدد الألقاب الأفريقية بيسبق كل المنافسين الأرض والجمهور والتنظيم كل العوامل اللي بتدعم منتخبنا الوطني بإذن الله نستكملها بشكل أداء أفضل في الفترة الجاية يكون على مستوى وأفضل من مستوى المنافسين المتوقع أن نحن نتدرج لمستويات فنية أعلى من المنتخبات اللي وجهتنا في الدور الأول بإذن الله يتم تدارك أي قصور أو أي عيوب فنية كانت في مبارايتنا في الدور الأول حتى لو قلنا أو أجمعنا على أن النتائج أكثر من رائعة مرة تانية بنقول أو بنهنئ نجمنا محمد الشناوي وبإذن الله يكون على قدر ثقة الجماهير جماهير منتخب مصر وجماهير النادي الأهلي وكل متابعي وهو على قدر المسئولية وبيؤدي بشكل أكثر من رائع منذ انطلاق البطولة وحتى المباراة الثالثة ونهاية الدور الأول من البطولة بمباراة مصر وأغندا طبعا بالنسبة لمجموعاتنا لأن كان في مباراية تانية لسه لم تنتهي وقت إجراء أو خوض مباراة مصر وأغندا خلينا ننتقل لخبر آخر ونبقى قليلا مع منتخبنا الوطني ومع اتحاد مصر لكرة القدم المهان ثانية بوريدة رئيس الاتحاد المصر لكرة القدم بيتكلم عن تنظيم كأس الأمم الأفريقية بيقول تنظيم كأس الأمم في مستوى يضاهي ولا يقل عن مونديال روسيا على الإطلاق كان فيه جلسة أو مؤتمر صحفي للرد على التساؤلات المصاحبة أو الموازية للبطولة حتى الآن واتكلم من خلال هذا اللقاء مع الإعلامين والصحفيين المهان ثانية بوريدة رئيس الاتحاد أو رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصر لكرة القدم في البداية اتكلم المهان ثانية بوريدة عن نظام طبعا المميكن والإلكتروني والتوزيع أو البيع الإلكتروني للتذاكر والفان اي دي وكل الأمور الرقمية أو الشغل الديجيتال اللي كان مصاحب للبطولة من بدايتها وقبل انطلاقها كمان حتى تكون الأمور بأفضل شكل ممكن واللي إن شاء الله بتعتزم كمان كل الجهات المسؤولة عن تنظيم الرياضة وكرة القدم في مصر إن ده يستمر مع عودة الجماهير وامتلاء الاستداد بالجماهير في المباراة المحلية في الدور يوكاس مصر وكل منافساتنا إن شاء الله في الفترة اللي جاي اعتذر المهان ثاني أبوريدة عن أي عيوب أو أي خلل حصل فيه هذه المنظومة وقال إن التجربة ناجحة جدا مع انطلاقها وإنها تجربة جديدة على الملاعب وعلى كرة القدم والرياضة المصرية وأشار لأنه معرفش طبعا وجهة نظره إذا كان قال التصريح بالشكل ده ولا أنه فيه تقصير من جانب الجماهير نفسها لأنه قال حسب تصريحاته وحرفيا قال التذاكر في كل مكان أنا يعني معرفش إزاي ممكن يكون فيه تقصير من الجماهير يعني ربما الأمر طبعا تفسيره عند المهان ثاني شخصيا لكن هو اتكلم بشكل يعني أعتقد أنه شكل ناضج جدا ومتزن جدا لما قال إحنا بنؤكد أننا بدلنا جهد كبير قوي وأن التجربة في ودايتها طبيعي يكون فيها بعض المشكلات أو بعض العيوب أو بعض الخلل ومنعتذر عنه لكن بالتأكيد مع تكرار التجربة حتى مع مبارياتنا المحلية هنوصل لدرجة أعلى من البرفكشن أو من جودة الأداء في عملية تنظيم الأمور وفي توزيع التذاكر وحصول كل من يرغب في الحصول على التذاكر ودخول وخروج الجماهير من الاستداد بأفضل مدى زمني أو بشكل أسرع والأمور تكون أسهل وأيسر بالنسبة للجماهير مع طبعا الاهتمام بالجانب الأمني لما بذول فيه جهد كبير جدا حتى تخرج البطولة بأفضل شكل ممكن وصولا إلى لحظة أو حفل الختام إن شاء الله بعد المباراة النهائية وبإذن الله كون التجارب موفقة أو تتكرر التجربة بشكل كمان أكثر نجاحا في أحداث مقبلة سواء محلية أو دولية وفي مؤشرات أو إشارات إلى إن فيه اتجاه في مصر مع هذه البطولة والنجاح اللي ماشي بيه بطولة كأس الأمم حتى يومنا هذا وإن كان فيه إشادة محلية وعالمية بحفل الافتتاح وانطلاق البطولة والأمور التنظيمية وكل الأمور المصاحبة لانطلاق كأس الأمم الأفريقية في مصر عام 2019 إن هذا الأمر بيمثل دافع والكلام لسه على لسان المهانساني يا بوريدا بيقول إن مصر كمان بتعتزم استضافة أحداث رياضية وكروية عالمية زي السوبر الأوروبي والسوبر الإيطالي والسوبر الأسباني وأثنى طبعا رئيس اللجنة المنظمة لكأس الأمم على رئيس اللجنة المنظمة لكأس الأمم هو طبعا المهانساني يا بوريدا أثنى على كل القائمين على تنظيم البطولة وعلى كل القائمين بذل وجهد كبير جدا منذ انطلاق البطولة وحتى قبل أن تبدأ أحداث البطولة وحتى الآن ووصف هذا الجهد وقال إن ما يتم في مصر حاليا لا يقل عن تنظيم روسيا لمونديال وصدافة روسيا لمونديال 2018 وأشاد بكل فريق العمل وكل الجهات اللي بتنسق مع بعضها خلال الفترة اللي فاتت من أجل نجاح البطولة وخروجها بأفضل شكل ممكن وأيضا تطرق رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم للحديث عن أزمة لعب المنتخب عمرو وردة وفكرة أو قرار استبعاده ثم عودته مرة أخرى وكان درد على بعض التساؤلات ووجهت له بعض التساؤلات بعض الصحفين أو الإعلامين المشاركين قال له هل في قوة أو مراكز قوة في المنتخب أو في نجوم أو لعبين أقوى من المسؤولين ومن مجلس دارة الاتحاد يعني أمور برضو كانت أثيرت في الفترة اللي فاتت وكانت أثيرت بشكل مصاحب أو موازي للجدل اللي طبعا كان مصاحب للحديث عن لعب المنتخب عمرو وردة والمشكلات اللي كانت مصاحبة لإسمه في الفترة اللي فاتت ولن نتطرق لهذه التفاصيل خلاص دلوقتي القرار تم اتخاذه وهو اللعب موجود حاليا مع المنتخب وبيستكمل مشواره مع المنتخب في نهائيات كأس الأمم الأفريقية وأخيرا أوضح المهندس هاني أبوريدا أن كأس الأمم الأفريقية تفوقت من وجهة نظره على كوبا أمريكا 2019 ووصف بطولة أمريكا الجنوبية أو كأس أمريكا الجنوبية بأنه أيضا الكلام دع لمسؤولين أو من وجهة نظر مهندس هاني أبوريدا قال أن البطولة فيه أو بطولة أمريكا الجنوبية لم تحقق النجاح الجماهيري المتعقع أو المطلوب وقال إن البطولة لا يشعر بها أحد وهذه هي وجهة نظر المهندس هاني أبو ريدا واللي يتفق أو يختلف معه طبعا يسأله عن هذا الأمر هي وجهة نظر وهو صاحب الحق الأصيل في أن يبدي رأيه في كل الأمور كيفما شاء لكن إحنا متفقين معه تماما في مؤشرات نجاح كأس الأمم حتى الآن إن شاء الله نستكمل البطولة وتختتم البطولة بحفل ختام يليق بحفل الافتتاح ومستوى التنظيم وتسير الأمور بأفضل شكل ممكن إن شاء الله على مستوى كل المباريات وليس في القاهرة فقط في كل المدن والمحافظات والاستادات اللي بتستضيف مباريات البطولة وإن شاء الله الأمور تسير بأفضل شكل ممكن عندنا بس من النتائج الأخيرة في المباريات اللي انتهت منذ قليل غانا فازت على غينيا 2-0 وعلى غينيا بيساو 2-0 دي من النتائج الأخيرة طبعا وتعادل سلبي كان هو سيد الموقف وانتهت به المباراة بين الكاميرون وبنين وأيضا الكاميرون وغانا وبنين تأهلوا رسميا عن هذه المجموعة لدور الستاشر وبإذن الله نستكمل البطولة المستوى الفني يزيد ومستوى المنافسة يزيد في الفترة الجاية ويكون التوفيق حليف منتخبنا الوطني ويكون هو الأقرب للفوز باللقب إن شاء الله طبعا وصل جماهرنا وعلى ملعبنا وعنده فرص وعنده طبعا مميزات تفوق الآخرين عوامل الأرض والجمهور لكن الكل طبعا بيتوقع أو بيتخوف من أن المستوى المنافسة هيزيد في الفترة الجاية لأن الكل بيقول منتخبات زي المغرب السنغال الجزائر الشكل اللي قدموه في بداية البطولة وفي دوري المجموعات أو الدور الأول أقوى من المنتخبات اللي وجهتنا فنيا لكن بنقول خلينا نركز في كل مباراة كل مباراة في الفترة الجاية المباراة الإقصائية بدءا من دور الستاشر كل مباراة تعد بطولة منفصلة نركز فيها وناخد مباراة الفترة الجاية خطوة خطوة وإذن الله نتخطى مباراة إلى الأخرى وصولا إلى المباراة النهائية إن شاء الله ونتغلب على أي مشكلات فنية في صفوف فريقنا حتى لا نتأثر لو كان مستوى المنافسة أقوى في الفترة القادمة بعد قليل حنتكلم في حوار موسع مع الدكتور سعد شلبي عن كل ما يتعلق بالاقتصاد والاستثمار الرياضي في مصر كيفية تعظيم نتائج الاستثمار في الرياضة في ملاعب كرة القدم في الإعلام الرياضي إزاي منظومة الرياضة والإعلام الرياضي وكرة القدم والمسابقات المحلية تصبح منظومة ناجحة أو رابحة في مصر مفهوم دوري المحترفين كيف يتم تطبيقه توزيع الأرباح والحقوق الخاصة بالأندية أندية المحترفين ودي المبادرة للنادي الأهلي بدأ الحديث عنها من 2008 وبدأ يقود الأندية المصرية لهذا التوجه المشابه للدوريات الاحترافية الحقيقية الموجودة في أوروبا أو أنجح الدوريات تنظيميا وماليا وتسويقيا وجماهيريا في العالم في قطاع التسويق والاستثمار والاقتصاد الرياضي في مصر وكيف نتغلب عليها وكيفية أيضا تعظيم الاستفادة أو تحقيق الاستفادة القصوى من كل النتائج الإيجابية اللي ممكن تكون مترتبة على تنظيم مصر للكأس الأمم بهذا الشكل الناجح واللي إن شاء الله يستمر ويكون أكثر نجاحا مع اقترابنا يوم بعد يوم من نهاية البطولة إن شاء الله نستثمر هذا الأمر سياحيا واقتصاديا وتسويقيا واستثماريا بالشكل الأمثل بعد الفاصل حيكون معنا الدكتور سعد شلبي وحنبدأ هذه الفقرات فقرات الحوار زي ما قلنا لحضراتكم ونتابع معاك كل ما يتعلق بالمستجدات عالميا في مجال الاستثمار والتسويق الرياضي وكيفية نقل هذه التجارب الناجحة وماذا ينقصنا في مصر لتحقيق الكم المطلوب أو ما نأمل في تحقيقه من نجاح على مستوى أو في قطاع الاستثمار والاقتصاد الرياضي فاصل ونعود